موسيقى مساء الخير نشرة لأهم الأخبار نقدمها من كفانكاتيفي وهذه أبرز عنوينها في الشان المغربية افتتاح المعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة فاس دوليا دعوات لمسيرة مليونية للمطالبة بحكم مدني في السودان وتهديدات بإدراب شامل وفي الرياضة رونالدو يطالب يوفنتوس بإيسكو وفاران أهلا بكم في التفاصيل نظمت جمعية البدائل للتربية والتنمية الاجتماعية بمدينة تيفلت دورة تكوينية لفائدة خمسة وعشرين متدربا من خمس مناطق مغربية في إطار فعاليات مشروع نحن نقرر عرفة ورشات مختلفة أطارها مدربون مغربة ودوليون تفاصيل هذا النشاط مع موفة كفانكاتيفي الجارح أبو سالم المشروع نحن نقرر يهدف إلى تقوية قدرات مجموعة من الشباب يمثلون خمس مناطق اللي هي مدينة تيفلت الخميسات الرماني والماس خنيفرة هذا المشروع يهدف لتقوية قدراتهم من ناحية العملية لتواصل مع صنع القرار كما يعلم الجميع فالشباب زمور يعني مدينة إقليم زمور كيعرفوا واحد ضعف في التواصل مع صنع القرار اللي هو كيفية إقناع صانع القرار بمشكل بمشكل ما بمنطقته لتنفيذه إلى أجدير إذ عرف المعرض الدولي لمهن البناء إقبالا ملحوظا للحرفيين والمشتغلين في البناء والترسيس وغيرها من المهن التي لها علاقة بميدان التعمير ويعد المعرض حسب المنظمين فرصة للإطلاع على آخر التقنيات والمعدات المستعملة في تجهيز أوراش البناء وحماية المشتغلين بها من العمال روبرتاج سعيد أبدرل بالنسبة لدورة الثالثة الدورة الأولى والدورة الثانية كانت نجحة وكان يقبل على هذا المنتج جديدنا للحمام وقربنا للناس كيف يكون هذا الحمام لأن الخبايا للحمام لا تشوفهم مش الناس ولكن احنا قربنا لهم وجدنا لهم هذا الحمام هذا نموذج على الديكوب لكي نبيني لهم جميع المراحل للحمام شهدت مدينة فاس أمسي افتتاح الدورة الثانية من المعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية تحت شعار الابتكار في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية بجهة فاس مكناس بمشاركة 120 تعاونية و240 عارضا من مختلف عملات وأقاليم الجهة روبرتاج لريد العلوي نحن اليوم بصدد تنظيم المعرض في دورته الثانية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار الابتكار في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هذه المحطة تعتبر فرصة لتلاقي كل المقاولات الاجتماعية والتعاونيات والجمعيات الفاعلة وكذلك المؤسسات الفاعلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإبراز كل كفاءاتهم في هذا المجال هي فرصة أيضا لتبادل التجارب وكذلك الخبرات وأيضا هي فرصة لعقد الشركات فيما بينهم دوليا أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية في مصر أن 88.83% من الناخبين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية لتمديد حب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز صلاحيته وقال رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي في القاهرة إن 11.17% الناخبين صوتوا في الاستفتاء ضد هذا الإصلاح وأن نسبة المشاركة بلغت 44.33% إلى السودان إذ دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية في البلاد اليوم إلى مسيرة مليونية الخميس المطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية وصرح أحمد الربيع القائد البارز في تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ديسمبر أنه يدعو إلى مسيرة مليونية يوم الخميسة من جهتها قالت وكالة الأنباء السودانية في بيان إن المسيرة ستدعو إلى الحكم المدني في السودان وهو المطلب الرئيسي للمحتجين منذ أطاح الجيش بالبشير في رياضة وجه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس قائمة طلبات لإدارة السيدة العجوز بشأن المركات الصيفية المقبلة وفقا لتقرير صحفي برتغالي وذكرت صحيفة أبولا اليوم الأربعان صاروخ ماديرا طالب إدارة اليوفي بدفع مئة مليون يورو للتعاقد مع مواطنه جواو فيليكس نجمي بنيفيكا وأشارت الصحيفة إلى أن فيليكس تدرب مع كريستيانو رونالدو في صفوف منتخب البرتغال وهو ما جعل الدون يعجب بالقدرات الفنية لللاعب الشاب وأضحت أن قائمة طلبات رونالدو ضمت أيضا الفرنسي غفايل فاغان والإسباني إيسكو ثنائي ريال مادريد لكن أبولا أبرزتن مسألة خروج فاغان من سانتياغو برنابيو باتت صعبة بسبب تمسك المدرب زندين زيدان به بينما قد يحظى إيسكو بالكثير من العروض الأخرى الضخمة في هذا الصيف مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كفانكات بون تيفي شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر